أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه عبد الحميد يقول إجيت للإمام الصادق عليه السلام قلت له ابن رسول الله عبن جار ما ظال حرام ما مسويه شكه حرام يسوي يقول الإمام الصادق عليه السلام استعظم هذا الشيء قال سبحان الله هو أعظم ذلك يعني ما قبل على هذا الشيء بعديا يقول الإمام عليه السلام قال لي قال لي ألا أخبرك بمن هو شر منه قال قلت بلى يقول قال لي أخبرك على واحد أشر من عنده هذا اللي ما ظال حرام ما مسوي يعني هو يقول له ما ظال حرام ما مسوي قاله قلت بلى قال الناصب لنا شر منه يا الله يا الله جقد ملعون الناصب لآل البيت عليهم السلام لعنة الله على النواصب الناصب لنا شر منه هذا اللي ما ظال حرام ما مسوي هذا أشر من عنده الكلام من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال رقم الرواية 32 الصفحة 236 عقاب الناصب والجاهد لأمير المؤمنين عليه السلام والشاك فيه والمنكر له دمتم بخير وفي أمان الله